السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في درس اليوم سنقوم بمكون الإملاء عنوان درس همزة الوصل والقطع هذا الدرس من كتابي في اللغة العربية خاص بمستوى السادس صفحة 14 نبدأ على بركة الله همزة الوصل نفرق ما بين همزة الوصل والقطع في العربية جوجل همزة الوصل والقطع همزة القطع هي هذه مرة كتجي بحل هذه إذا كانت مفتوحة تجي لتحت إذا كانت مكسورة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة و تجي لتحت إذا كانت مكسورة سواء تجي فوق الألف أو أسفل هاد الألف هادي كتسمها همزة القطع بالنسبة لهمزة الوصل هي هادي كنشوفوه دائما بحال هاكا على شكل واحد الميم هاكا صغيرة مرة كتجي هاكا اللي كانت في أول كلام اولا بحال ما هاكا اولا بحال هاكا اولا كانت فعل الامر ديال الفعل المضارع الفعل التولات اذا كتكتبها اما هاكا او هاكا او هاكا مرة كتلقوها كل مرة كتلقوها على شكل الحساب لموقع دياله في الجملة وبالنسبة لهمزة القطع كتكتبها اما فوق الألف او تحت الألف على حساب الحركة الإعرابية اللي جات فيها غادي نمشيو دابا باش نقرأ ونفهم الدرس أقرأ الجدول وأسمي كل عمود بالاسم المناسب مما يلي يقعدنا هذا الجدول كل عمود فيه كيضم جمعة من الكلمات هالكلمات غا نعطيهم تسمية ديالهم يأما غا نعطيهم اسم حروف او مصادر او افعال اذا غا نشوفوا العمود الأول عندنا إنا أنا إلا أو أم إذا هادو كيتموا حروف هالكلمات اللي عطونا هنا كيتموا كينا فيهم حروف فناص بحروف جر حروف استدراك إذا هنا كينا نسميو هاد الجدول حروف بالنسبة للعمود الثاني عندنا انتقل استعمل أمارة أكرمه أدريبو ادريب أكريم وكريمو إذا هنا كينا كنلاحظو أفعال إذا مرة انتقل فعل ماض أمار ماض أكرم ماض أدريبو مدارع ادريب أمر إذا هنا كيتحول الفعل إلى أزمينته الثالث الماضي والمدارع والأمر إذا هذه كتسمى أفعال الآخرة هي عبارة عن مصادر انتقال استعمال أمر إكرام قالنا السؤال الأول ألاحظ عناصر الجدول ثم أجيب كيف كتبت الهمزة في الحروف إذا الهمزة قطع النها� هنزة قطع ألبية همزة قطع ألف همزة قطع أم همزة قطع للاحظو أن الحرف دائما تُكتب بهمزة قطع ماشي كل شى الحرف ولكن siguiente الحرف هي تُكتب بهمزة قطع حرف ناصب او جازم او اي حرف من الحروف اللي كنعرفو هادوك الحروف غادي نكتبوهم إلا كانوا مبدوئين بالهمزة كنديرو همزة قطع اذا ما عندكينش ماجال انا نديرو همزة الوصل فيما بانينا الحرف كنكتبو همزة قطع غادي ندوزو باش نكملو العناصر ديو الجدول نفاهموهم زيان اذا قلنا اتفقنا على ان الحروف المبدوئة بهمزة كلها كتكتب هديك الهمزة ديالها همزة قطع غادي نزودا بالافعال كنلاحظو ان الافعال كين فيها افعال اللي كتب دا بهمزة وصل او تكتب بهمزة وصل وكين الافعال اللي تكتب بهمزة قطع اذا هنا خصني نعرف القاعدة ديال كتابة متى تكتب الهمزة همزة وصل وماتى تكتب همزة قطع إلا رجعنا نتأملنا في هاد الافعال عندنا انتقالا كنلاحظو انه فعل واحد جوج لا تربع خماسي استعمل فعل سداسي اذا هذا فعل ماضي خماسي اذا هنا عندنا الماضي ديال الفعل خماسي استعمل ماضي ديال الفعل سداسي امارة هنا الاصل ديال هاد الفعل اصلا هو مبدوء بالهمزة اذا هذا فعل تولاتي مبدوء بهمزة اكرامة اذا هذا اصلية دياله اذا هذا فعل رباعي مبدوء بهمزة ادريبه فعل تولاتي ولكن هنا صرفناها مع الضمير انا ادريبه اذا هنا الهمزة ديال المضارع ادريب عندنا هنا فعل طولاتي ولكن هذا امر دياله اذا الامر ديال الفعل طولاتي تكتب بهمزة واصل اكريم هنا فعل رباعي في الامر دياله تكتب بهمزة قطع وكريم هنا فعل مضارع مكتوب بهمزة قطع اذا هنا سنستخدم القاعدة لان يختبوا تزميل همزة وصل سنجعلو الافعال الاولى إذا متا تكتبو الهمزة وصل هنا فعل خماسي وهنا فعل سداسي انتقل ماض وستعمال فعل ماض إذن علش تكتبت فيه هنا يا قاعدة كتقول لنا أن الفعل إلا كان خماسي أو سداسي في الماضي دياله إذن الماضي كنلاحظو هنا الماضي إذن إلا درناه في الماضي كان نكتبه همزة وصل إذن كنتكتب همزة وصل انتقل ينتقل وإلا درناه المصدر دياله كيعطينا انتقال إذن الفعل إلا كان خماسي أو سداسي في الماضي أو لا مصدر وإلا درناه حتى في الأمر بحال ده ببنا نقوله انتقل إذن حتى الأمر دياله كيتكتب بهمزة وصل إذن الأفعال الخماسية والسداسية في الماضي تكتبه بهمزة وصل في الأمر تكتبه بهمزة وصل وأيضا المصدر المستخلص منها تهوى كيتكتب بهمزة وصل إذن هذه تفقنا عليها هذه لكان فعل خماسي أو سداسي سواء الماضي دياله أو الأمر دياله أو المصدر دياله هذا الشي اللي كنا لاحظو هنا في المصدر انتقل، انتقل، استعمل، استعمال، استعمال، وأيضا لدرنا الأمر انتقل، استعمل أيضا ستبقى دائما همزة وصل سوف نمشي مثلا هنا لدينا طولاتي، اضرب الأصل دياله ضربة إذن هذا فعل طولاتي إذن الفعل طولاتي من اللي كنديروه في الأمر دائما كنكتبوه همزة وصل بحال مثلا لعبة من اللي غنقول لك الأمر دياله إلعب إذن لا تديروه همزة وصل لأنه فعل طولاتي إذن فيما كان الفعل طولاتي الأمر دياله كنديرو همزة وصل مثلا عندنا كتابة، أكتب الهمزة نديروه على شكل ضمه مثلا خرج لها مثلا خرج لها و خرج لها مثلا عندنا نظارة انظر على شكل ضمه اذا تكتبوا على حساب الفعل مرة تكتب كسرة ومرة تكتب ضمة ولكنها في الاصلة تسمى همزة وصل إذا القاعدة اللي سنخرجوا هنا أن الأفعال إمتى تكتب فيها همزة وصل إذا قلنا كان فعله رباعي أو خماسي استخرجنا الماضي دياله أو الأمر دياله أو أيضا جبدنا له المصدر دياله إذا هنا كان خدمه بهمزة وصل أيضا إذا كان عندنا الفعل التولاتي استخرجنا منه زمن الأمر من اللي كان أمره شي حد من الفعل التولاتي كنقولوا أو كنستعملوا همزة الوصل إلا في الأفعال اللي كيكونوا بادين بالهمزة بحال مثلا أخاذها إحنا قلنا تفقنا في الدرس اللي فات أن أخاذها في الأمر كتتحدف هذه الهمزة إذا ماشي كل شي الأفعال التولاتية غاد ينديروا لها الأمر همزة وصل ولكن كانين أفعال اللي أصلا هما فيهم همزة وصل ولكن تولاتية إذا ما ندخلوش لقاعدة دليلت هاد المهموز إذا هاد القاعدة مستثنى منها الفعل المهموز إذا كان هضروهنا على الفعل التولاتي غير المهموز إذا الفعل التولاتي اللي ما كيبداش بالهمز مشي اللي على الفعل التولاتي اللي فيه الهمزة في الواسط المهموز كنقصد بها الفعل التولاتي اللي بادي بالهمزة إذا فعل التولاتي في الأمر دياله كنديرو همزة وصل سنذهب إلى همزة القطع هنا همزة القطع تفقنا أنها تدار في الحروف سنذهب إلى الأفعال نلاحظ أن هذا الفعل هو فعل ثلاثي يبدأ بالهمزة تكتب الهمزة قطع في الفعل الثلاثي المبدوء بالهمزة أو مثلا أي فعل صرفته مع الضمير دي المتكلم أنا بحل مثلا لعبة إذا بغيت نقول أنا ألعبه إذا الهمزة اللي ستستعمل همزة قطع إذا كندروها همزة القطع قلنا كندروها في كل شي الحروف وكندروها في الفعل المضارع اللي مصرف مع الضمير أنا أنا ألعبه أنا أكتبه أنا أفتحه أنا أخرجه أنا أدخله يعني فيما صرفت الفعل مع الضمير أنا كندير همزة القطع أيضا إمتا كتكتب؟ كتكتب في التولاتي اللي كيكون مبدوء بالهمزة أو الرباعي بحال هنا عدي رباعي واحد جوج ثلاثة أربعة وهنا تولاتي أمارة أكرامة إذا كندروها في التولاتي أو لا في الرباعي اللي كيكون أصلا مبدوء بالهمزة سواء في الماضي دياله أو في المصدر دياله إذا سواء إلي درنا الماضي أو المصدر بالنسبة للأمر كيقلت ما غنديروش لأن الأمر تحدف لي همزة دياله إذا بالنسبة للتولاتي كتتحدف والرباعي ركتبقى إذا بالنسبة للتولاتي غنديروه فقط غير في الماضي وفي المصدر أما بالنسبة للرباعي كنديروه في الماضي وفي الأمر وفي المصدر هذا هو الفرق بين هات الجوج هاته التولاتي وهذا الرباعي هذا كنديروه للهامزة دياله القطع قلنا في الماضي بحل معك أمارة أو أخاذة ولكن إلا حولنا هاته الأمر ما كنديروهاش كنديروهاش كنديروه مر أو لا خد إذا ما غاتيش تبقى وفي المصدر مثلا لدينا أمارون أخذون إذا الهمزة دياله القطع بالنسبة للتولاتي تكتب في الماضي ديالتولاتي المبدوء بالهمزة سواء في الماضي أو في المصدر بالنسبة للفعل الرباعي كتكتب في الماضي اللي مبدوء بالهمزة بحل أكرامة أو لا أقبالة أو لا في الأمر كنقول أكرم أو أقبال وحتى في المصدر كنقول إكرام أو إقبال إذا حتى هذه الطفق نعليها إذا عرفنا دبا إمتى كتكتب الهمزة أو إمتى كتكتب الهمزة في الأفعال إذا رجعه كخلاصة بالنسبة للأفعال كتكتب هفزة وصل إلا كان عندنا الفعل الرباعي أو خماسي سواء في الماضي دياله ولا في الأمر دياله ولا في المصدر دياله إذا عندنا إلا كان خماسي أو سوداسي بالنسبة للماضي دياله وللأمر دياله وللمصدر دياله وأيضا في الأمر ديال الفعل التلاتي بحل هنا بالنسبة لهمزة القطع قلنا كتكتب في الحروف كلهم وأيضا إلا شدينا شي فعله صرفناه مع الضمير ديال المتكلم في المضارع أنا أنا ألعبه أنا أكتبه أنا أقرأه وأيضا في التلاتي اللي كيبدأ بالهمزة إذا في التلاتي اللي كيبدأ بالهمزة كنديروها في الماضي دياله وفي المصدر دياله وبالنسبة للرباعي اللي كيبدأ بالهمزة كنديروها في الماضي دياله وفي الأمر دياله وفي المصدر دياله هنا اكرام وهنا يفتلات امر وانتقال استعمال كتبع السداسي والخماس ايضا كمصدر اذا كتبت الهمزة في الحروف كتبت همزة قطعين نقرأ القاعدة تكتب همزة الوصل فيما يلي امر الفعل الثلاثي اذا بحل ذهب اذهب اذهب ووصل خرج وخرج ايضا تكتب في ماضي وامر الفعل الخماسي والسداسي ومصدرهما اذا كان لدينا فعل خماسي والسداسي كندروها في الماضي اولا في الامر اولا في المصدر بحل انتفع الامر انتفع المصدر انتفعه استخرج ماضي الامر استخرج المصدر استخراجه اذا هم اماكن كتابة همزة الوصل بالنسبة للأفعال سوف تستخدم همزة القطع همزة القطع تكتب في كل الحروف المبدوئة بهمزة اي حرف مبدوئ بهمزة تكتب في همزة قطع وفي جميع الأفعال المضارعة مع الضمير انا اي فعل مضارع صرفته مع الضمير انا انا العابه انا استخرجه انا اكتوبه ثم في ماضي الفعل الثلاثي المسبوك بهمزة ومصدره ومستثنين من هذه الأمر وفي الأمر الفعل الثلاثي المبدوء بهمزة وأيضا في ماضي الرباعي المبدوء بهمزة بحال أكرامة كي قلنا أكرامة أكرم إكرامون إذا أكرامة ماضي أكرم أمر إكرامون مصدر إذا هاد القاعدة اللي مقدرش يفهمها يحفظها باش تكونوا نتمكنين من الدرس يرى سهلة يطبقنا شوية راضي نعرفو نفهم الدرس أو كينا طريقة أخرى مهم نخدمو بالقاعدة ولكن كينا طريقة أخرى باش نعرف واش غنكتب همزة وصل ولا همزة قطع كندخلوا الواو وللفاء كما سبقنا نقول نفس السنوات الفارطة إذا إما هاد الواو او للفاء بحال مثلا عدنا يستخرجها هاد استخرجها أنا ما تحفظتش لي القاعدة وتخربقت وما عرفتش كيفاش نديرتنش ده وما فهمتش مزين أش غادي ندير كنجيب الواو وللفاء غندخلها على هاد الكلمة إلا انطقتها معاها إلا انطقت هاد الهمزة إلا ما قدرتش نستغني عليها كتكون همزة قطع وإلا انطقت هاد الكلمة بلا ما ننطق هاد وخم كتوبة وقدرت أنني نستغني عليها كتكون همزة ووصل بحال هاش مثلا عدنا واستخراج إذن أو واستخرجها واستخرجها إذن قدرت نستغني عليها هاي مكتوبة ولكن ما قدرت ما انطقتهاش إذن هذه هنا كنكون نحط همزة وصل مثلا بحال مثلا عدنا أقبالة فعل أقبالة مثلا أعطوني هاكو وقل يكتبوش همزة وصل ولهمزة قطع كندخل الواو أو للفاء نديرو هنا الفاء فاقبالة إذن هنا ما قدرتش نتجاوزها نطقتها هنا همزة قطع إذن إلا بيت نفرق ما بين همزة الوصل وهمزة القطع كندخل الواو أو للفاء إلا قدرت نطقها وما قدرتش نستغني عليها يعني ما جاتنيش الكلمة هي هاديك بحال أخاذها إذا دخلت الفاء ما غنقولش فاخاذة لا خطع إذن ما استغنيتش لها يعني ملزم أنني نقول همزة قطع إذن فاء أخاذة هنا كتكون همزة قطع مثلاً عندنا كلمة إنتفاع نعطوها لي بحال هاكا أو وانتفاع بحال بحال هنا كندخل الواو أو للفاء إذن واش نقدر نقول وانتفاع نعم نقدر نستغني عليها إذن هنا كتكون همزة الوصل في البداية همزة الوصل في البداية دي الجملة كتكتب بها إما هاكا ولا هاكا ولا هاكا على حسب الجملة في البداية ما اللي كنكون نبدأ وهذا الشي اللي كنديرو ليها بحال هاكا في بعض الكلمات أما في الأفعال أرى على حسب الفعلي واش غدجي فيه كسرة ولا غدجي فيه ضمة فوق الآلف عندنا هنا أطبق نشوفو كيفاش نديرو تنطبقوا هنا أكتبوا الهمزة التي تنقص كل كلمة عندنا التزاما بتقافة بلادي أحب أن أرتدي الزي التقليدية الأصل إذن هنا عندنا التزاما ندخل ما عرفت شنوش غندير همزة الوصل أو للقطع غندير الواو إذن غنقول والتزاما إذن قدرت ننتق الكلمة ونستغني على هادي إذن هادي راها همزة ووصل وما دم هنا في بداية الكلمة غنديرها هنا على شكل كسرة التزاما بتقافة بلادي أو هنا هادي قراءة قديمة إذن غادي ناخده هادي القراءة مثل فطلية القراءة إذن هادي الجملة ما كيناش إذن هنا أكتبوا الهمزة التي تنقص الدرس راها بحال بحال نفسه غير هنا هو اللي كان اختلاف وحبوا ارتداء زي التقليدي الأصيل التزاما بثقافة بلادي علش خدمت بالقراءة القديمة لأن هادي دروس كتخدمتهم السنة الماضية في القناة اللي كانت عندي قبل ما تمشي ليا ذاكشي لاش بقاوهن مكتوبين هذا علش هزيتنا هادي القراءة حيث قديمة كانت خاوية صفحة خاوية ولكن هنا كين اختلاف ذاكشي لاش غرجع القراءة اللي خادمة فيها را ما خادمهاش كاملة كتخادمة غير الوحدة الأولى ومشت القناة حيث القناة كانت مشتلية فلوقيت اللي ساليت الوحدة الأولى وعاد كملت إذن القناة داكشي لاش تلقاو فيها دروس ديول الوحدة الثانية والكمالة أما البداية مشات مع القناة إذن اكتبوا الهمزة التي تنقص كل كلمة وحبوا ارتداء زي التقليدي الأصيل اجتزاما بتقافة بلادي إذن هنا بحلا قلبوا الجملة إذن إلا بيتناعرف غندخل الواو ندخل الواو نشوف واش نقدر نقول وحبوا لا إذن هنا غتجي همزة قطع وحبوا غنمشي الكلمة الثانية ارتداء قبل ما ندير الهمزة غننشوف واش نتجيني معاها الواو وللفاء وللا وارتداء إذن هنا قدرت ندخلي عليها الواو ومنطقهاش إذن هنا غنكتب همزة وصل وهنا في الوسط دي الكلمة يعني غنكتبها عادي بحلمين صغير ارتداء الزي عدي هنا يا الزي هاد الزي غنشوف ندخل عليها الواو وللفاء إذن فزي أو وزي إذن أنا قدرت نستغني عليها هذه همزة ووصل همزة ووصل بتقافتي بلادي إذن كان بقى نقيس غير بالواو وللفاء دخلت الواو وللفاء وقدرت نستغني عليها كتكون همزة وصل دخلت الواو وللفاء وماقدرش نستغني عليها يعني لازم أنني نتقاف الكلمة كتكون همزة قطع السؤال الثاني آتي بالكلمات التالية وأبينه نوع الهمزة فيها فعل أمر لفعله رباعي هنا قالنا غنجدوا واحد الفعله رباعي الأمر دياله هنا كتبت الفعل أقبيل إذن أقبيل فعل أمر ديال الفعل الرباعي أقباله والهمزة اللي كتبنا همزة قطع هنا أعطوني مصدر فعل سداسي إذن فعل سداسي استكشافه إذا الفعل استكشافه سداسي المصدر دياله استكشافه هاد الهمزة اللي كتبنا هي همزة وصل ثم حرف في أول همزة هنا نجيب شي حرف في الأول دياله همزة بحال مثلا إذ حرف إذ ثم السؤال الثالث أكتبوا ما يملى علي هنا غدي ملعليكم الأستاذ شنص يعني انتم غادي تحاولوا تكتبوه وغالبا غادي يكون فيه مادم الدرس في همزة الوصل والقطع غي يكون مبني على كتابة الهمزة ديال الوصل أو كتابة همزة القطع وكيفاش نفرقه بناتهم إذا كان هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم موعدنا يتجدد في حصة مقبلة بحول الله ترجمة نانسي قنقر